اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقي تبلج وسرح قطع الليل المظلم بغياء به تلجلج وأتقن صنع الفلك الدوار في مقاديري تبرج وشعشع ضياع الشمس بنوري تأجج يا من دلع لذاته بذاته وتنزع عن مجانسته مخلوقاته وجلا عن ملاءمتي كيفيات يا من قربا من خطرات الظنون وبعدا عن لحظات العيون وعلما بما كانا قبل أن يكون يا من أرقدني في مهادي أمنه وأمانة وأيقظني إلى ما منحني به من منني وإحسان وكفى أكفى السوء عني بيده وسلطان صلِّ اللهم على الدليل إليك في الليل الأليال والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطوال والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبال والثابت القدم على زحالي فيها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح واغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني نابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وعد باللهم ما نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمناء فمن المقيل عثراتي من كبوات الهواء وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين بعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجراتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقتم بأطرافي حبالك أنا ملاولاي فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطاي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجاي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدان قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ضمعان ورد إلى حياظك شاربا كلا وحياظك مترعة في ظنك المحول كلا وحياظك مترعة في ظنك المحول وبابك مفتوح للطلب والغول وأنت غاية السؤل ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقالي مشيئتك وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك وهذه أهواء المضلة وكلتها إلى جنابي لطفك ورعفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا عليّ بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومساي جنتان من كيد العدى ووقايتان من مرديات الهواء إنك قادر على ما تشاء تُعْتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاء وتنزع المُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاء وتُعِزُّ مَنْ تَشَاء وتُذِلُّ مَنْ تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَإِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ تُولِجُ اللَّيْلَا فِي النَّهَارِ وتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّائِلِ وتُخْرِجُ الْحَيَّا مِنَ الْمَيِّتِ وتُخْرِجُ الْمَيِّتَا مِنَ الْحَيِ وتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِهِ حِسَابٍ لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغساق وأنهرت المياه من الصم الصياخين عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماءا ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارسا فيما ابتدأتا به لغوبا ولا علاجا فيا من توحدا بالعز والبقاء وقارى عبادا بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقيا واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعيا لكشف الضر والمأمول في كل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبان يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على خير خلقه وصل الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين سجود إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وعقلي مغلوب وهوائي غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب اغفر ذنوبي كلها بحرمتي محمد وآل محمد يا غفر يا غفر برحمتك يا أرحم الراحمين